عاجل بن سلمان يصفع بن مبارك وإلى التفاصيل وجه وزير الاتفاع السعودي خالد بن سلمان اليوم القنيس صفعة لرئيس الحكومة الموالية للتحالف جنوب اليمن أحمد بن مبارك فأفرضت مصادر في وزارة الخارجية بأن بن سلمان وبخ بن مبارك خلال لقاء المسائي في جده مشيرة إلى أن التوبيخ جاء على خلفية تصريحات بن مبارك التي يعنى فيها الانسحاب من المنفاوضات الأممية وتلميحه بتصعيد عسكري وكانت وسائل إعلام رسمية تابعة لبن مبارك أفادت بأن لقاء جمع خالد بن سلمان وبن مبارك وكرس لمناقشة السير بخارجة الطريق الأممية في اليمن واستدعت السعودية من مبارك في وقت متأخر من مساء الأربعاء وتشير الخطوات إلى مخاوف السعودية من تبعات تصريحات بن مبارك التي تتم ضمن مخطط أمريكي لتفجير الوضع عسكريا على حساب السعودية التي حققت تقدما في مباوضات السلام مع صنعاء بوساطة عمانية أشكركم على حسن المتابعة للصلاة ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته